قرر فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم استقبال منافسيه في مسابقة سوبرليغة الافريقي بمزمع الأمير مولي عبد الله بالرباط في حال عدم انتهاء الأشغال التي سيعرفها مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء وحسب يومية الأحداث المغربية يومه الاثنين فإن فريق الوداذ الرياضي اختار مزمع الأمير مولي عبد الله بالعاصمة الإدارية الرباط لاستقبال منافسيه في المولودة الجديد للكرة الافريقية والذي سينطلق في سهر أكتوبر المقبل بمشاركة 8 فرق وأضافت المصادر نفسها بأن دونور سيشهد إصلاحات وأن الشركة الإيطالية التي ستقوم بذلك حددت الانتهاء في 30 من سهر يونيو المقبل يذكر أن المنطقة ستة لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء مدرجاتها مغلقة بسبب بعض التصدعات وتبلغ قيمة الجوائز المالية المخصصة للنسخة الأولى في 25 مليون دولار على أن يحصل الفائز على 7 ملايير دولار تقريبا